سلامة لبناء نشاركو بألف خير يا ربي مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم ان شاء الله نعلم مع بعضنا خبزة البركدين لبنينة الفيوحة وقيتها عادة توا مع قيقوة العشية والأفطور الصباح جيتني شوشة وبنينة برشة لا نحكي لكم على الريحة كفاحت في الدار توايا لنشوفهم مع بعضنا الطريقة والمكونات انا استعملت البركدين هذا لسن عصفور اما الحقيقة ننصحكم استعملوا البركدين الاخر خير بيش تعطيكم هكا لون اورانج مزيان وهذه هم المكونات للوصفة سهلين وبساط برشة اخذت هنا ثلاثة كعبة عظم 150 جرام سكر 100 ملل زيت ناباتي 100 ملل عصير متاع بركدين تعصره وتتقيسه 100 ملل واحدة خميرة متاع قطو واحدة سكر فانيي رشة متاع ملح 300 جرام فايينا اخذت كعبتين بركدين صغار قصيتهم هكا جويدين ورحيتهم البركدين كاملة بالقشرة متاعها اما البركدين اللي عندي القشرة البيضة هذيكة معناها ما هيش خشينة اذا كان البركدين عندكم القشرة البيضة خشينة لازمكم تنحيوها وبتبعها وتنحيو القلوب على خطر القشرة البيضة هذيكة مرة يعني تعطيكم الامرارة في القتوب واذا كان البركدين قشرة البيضة هذيكة جويدة كيفية انا ترحيوها بكلها جوز تنحيو القلوبة كهو ترحيو هرطب على الاخر واذا كان قاعدوا هكا القش مش مشكلة راوي يجيون بعض محليهم في القتوب بنين برشة انا ديجا مرحيتهيش هكا مرحية برشة برشة قاعدوا القش و جيت بنينة على الاخر تاويا لنشوفهم بعضنا الطريقة ليهي سهلة برشة زيدة اخذت هنا البول اللي باش نخدم فيها اول شي حتيت العظم حتيت رشة الملح باش نحط السكر ونحط السكر الاخر ونبدأ نركضهم بالبيهي بالبيهي اللي للعظم هذيكة تطلع ولازم يتخدموا بالبيهي باش جيكم هشوشة وابنينة ما جيكمش ملبدة هكا من الداخل بديت هنا نركض فيها للتبياذ والميلانج هذيكة هي والدوبل صحيح الى هنا كملت ركزت السكر والعظم بالبيهي اللي لها وكم كما تشوفوا بياذو نزيد فيه كمية الزيت بشوي بشوي وانا نركض في نفس الوقت نزيد في الزيت هكا كيف ما تشوفوا نكمل نحط كمية الزيت هذيكة الكل نجيب الجيو بتاع البركدين اللي حذرناه كيف كيف نبدأ نزيد فيه بشوي بشوي وانا نركض شوفوا محليه اللون كي حتيت الجيو ولا هكا موف على الروز هكا اما بعد يفتاح على الاخر ويولي هكا مستبيض ذاك عليش قولتلكم المستحس بس انت استعملوا البركدين سامحوني يبدأ البركدين العادي بش ديكم هكا غامقة وانها يصير مزيين المهم تاوهنا بش نكمل نحط الفارينة نبدأ نحط في الفارينة بشوي بشوي حتيت لهنا شوية من كمية الفارينة كملت حتيت باكو لخميرة بعد بش نبدأ نخلط ونزيد الفارينة نخلط ليلتوفة كمية الفارينة لكلها انا وصلت لهنا نعمل البرك كذا امرت نجمه توقفه جوز تخلطه تخليط على خاطر انا حتيتها فوليوم واطع لاخر جوز بش تسهل علي وكهو كما تشوفوا لهنا نكملت نخلط وفي نفس الوقت كل شوية نحط الفارينة كمية الفارينة هنا كملت حتيت كمية الفارينة الميلانج متاعي حاضر امورو واضحة لا عاد في الفارينة أخر شيء أن نضع هذا البرجدين الذين اضعناه هنا لنضعي اخر شيء حيث تبدأ الخبز بحقيبنا وأحبئت نعاود لكم شيء قبل كتبين لكم تحيفو القشرة البيضة أما راوز زيست لازم منها إذا كانت القشرة هذه الخشنة تحيفوها قبل ان تحيفو القشرة تبورشو البرجدين من لكم تحيفو القشرة و بعد قصوا البرجدين من لاتروف وتحيفوه أحبئت نعاود لكم لا تضعوا زيست تبورنج فكروا مهم برشا وهو اللي جيب لنا هكا الخبزة بنينة وفوحة كملت خلطت القاتو في الاخر وبتالي جيبت المول هذية متاعي ادهنته بالزبدة رشيت عليه الفارينة بشكيكه نضمن اللي الخبزة متاعي متلصقش نحط الميلانج بتاع القاتو والفور رهو قاعد يصخن انا باش نطيبها على 180 درجة من لوتا كهو ومبعد نشعل الفوقاني وروا كل واحد والفور متاع انا قاعد تلي تيب ساعة غير اربعة ميرا و الوقت اللي انا عطيته لكم مهوش مقييس كل واحد والفور متاعه اهوك عينكم ميزانكم انا دي جامون فوق حمارة بزيدة شوية برغم نعس عليها دونك انتوما اقفوا عليها وشوفوها تاو باش ندخلها تيبو دي ما هوكا تفقدو وتاو باش نشارك معاكم الساس متاع البرقدين زينو بها القاتو جيسر مزيانة اما باش نكونوا واضحين نورمال موراهي تديب البرقدين لاخر هي باش تختلف جوست في اللونة كهو سينو نفس الطريقة نفس كل شيء قلت عليش ليه خليني نشاركها معاكم الكيس هذيك يرفع ميتين وخمسين ميلي لتر كي يلت بيه ونبعد الهنا باش نصفي ما نحبهاش تبداها كافيها كل القش متاع البرقدين باش نحط عليهم مغرفة كبيرة متاع شيء ومغرفتين كبار متاع السكر اذا كان البرقدين متاعكم قارس نجمه تزودوا راو السكر حسب الرغبة متاعكم بعد نصفيها الهنا باش نحط السكر ونحطن شيء نخلطهم بالبيهي ونبعد نحطها على الجاز ونبدأ نخلط للتعقاد هذيك هي السوسة هلا على الاخر انا الحقيقة ما زينتش بها القاتو على خطر عندي شكون ما يحبهاش دونك هاو كان بعد كل واحد زين على روحه كملت صعية طيبة السوسة وهذه القاتو متاعي حضرت بالحق ريحة ريحة بنينا بنينا فيوحة ما شاء الله ونحطها في صحان التقديم تتنحرها بسهولة بويسك نحن دهنها بالزبدة ورشينا الفيرينة هذه ما زلت سخونة روحه ونورمال موت خليها تبرد شوي ونبعد تقلبها في الصحان انا ديما نزرب من نصبرش على الحاجة كما تشوفوا ما شاء الله وهذه القاتو متاعي هنا في صحان التقديم كما قلت لكم انا مصر بتشفوقها السوس خطر عندي شكون ما يحب شفوق هيحبها كيكا هذه كعليش وانتو مزاين وكيف ما تحبوه تشتهي وان شاء الله تكون عجبتكم القاتو وان شاء الله تجربوها واذا كان جربتوها ما تنسي باش تبعثوا اللي تصور متاعكم على انستجرام وهنا قصيتها حابت نوري هي لكم راهي خفيفة بنينا بالحق وكما تعرفوني نودكم بكين بالحاجة الناجحة والسهلة جربوها وما كومش بجتندموا ما ديمتو وقت بورقدين وان شاء الله نحاول نعمل معاكم وصفية اخرين زادة بالبورقدين ناجحين وسهلين وابساط كما العادة توانبوسكم برشا ونقولكم بسلامة وعلى بروشين ان شاء الله باي باي